التميء وهو آخر نظرة للكيمياء على الغلاف المالي تعريفه هو عملية زوبان الأملاح في الماء ليعطي الحمض والقعدة المشتقة منها الملح يعني إيه؟ يعني الأملاح بتشتقة من اتحاد أحمد وقواعد معا ولكن قبل ما نبدأ في شرح الجزية دي في شوية معلومات إضافية كده عايز أقولها لك كلمة عملية زوبان فزوبان هنا المقصود بها تفاعل تفاعل الملح مع الماء دي أول معلومة عايزة تحطها في زهنك المعلومة التانية الملح بيتكون من اتحاد حمض زائد قعدة برضو كل ده لسه في الهامش فالأحماض في منها القوي وفي منها الضعيف والدليل أنك أخذت المقياس متدرج من صفر لسبع في درجة الحمضية وفي القاعدية من سبعة لاربعتاشر إذن في تدرج في الصفر القاعدة فالأحماض في منها القوي وفي منها الضعيف أشهر الأحماض القوية هو حمض الهايدروكليريك المركز اللي هو HCl ده حمض قوي وأشهر القواعد القوية هو هيدروكسيد الصوديوم اللي هو N-A-O-H ده قاعدة أيضا قوي أنت متخيل لو الاتنين دول اتحدوا مع بعض يده الصفة الحمضية ولا الصفة القاعدية الاتنين أقوية الاتنين لهم نفس القوة مين فيهم بكل التأثير ولا أي حد الاتنين هيكون لهم نفس التأثير يعني تقدر تقول على الاتنين متعادلين يعني فيش تأثير في هذه الحالة يبقى قوي مع قوي قدر أقول لك أن البي اتش في هذه الحالة نديجة اتحادهما مع بعض أن البي اتش هتساوي سبعة متعادل أما لو اتحد حمض قوي مع قاعدة ضعيف مين تأثيره هنا هيضغط أنا متأكد أن تأثير اتحاد الحمض القوي مع القاعدة الضعيف إن الحمض كلمته هو اللي هتمشي وإن البي اتش هتكون أقل من السبعة عشان يكون له تأثير حملي طيب لو العكس لو كان حمض ضعيف وقاعدة قوية كده كلمة مين اللي تمشي نتيجة اتحادهما معا الحمض ولا القاعدة لا القاعدة وبالتالي يدي الصفة القاعدية يعني يخلي البي اتش أكبر من سبعة لسا لحد الوقت باتكلم معاك في الهامش إن الزوبان معناه تفاعل الملح مع المي وإن الملح بيتكون من حمض وقاعدة لو اللي اتنين أقوياء لو اللي اتنين أقوياء يبقى متعدل لو الحمض قوي يبقى التأثير أو الملح ده حمضي لو الحمض ضعيف يبقى التأثير قاعدة طيب لو اللي اتنين ضعف حمض ضعيف زائد قاعدة ضعيف كلمة مين فيهم اللي تمشي اللي اتنين ضعفها يعني الاتنين لهم نفس التأثير يعني البي اتش في هذه الحالة يساوي سبعة متعدل تاني نقطة وما زلنا في الهامش فاكر في علوم إعدادي التفاعل الكيميائي كان بيتم إزاي اقول لك بيتم إزاي على سبيل المثال عندي ملح مكون من A B اي مركب بيتكون من ايون موجب وايون سالب يمسكوا ببعض كده ويكونوا مع بعض جزئي الملح هندوبهم في المية اللي هي اتش توقو تمتخيل برضو ان المية هي كمان بتتحلل الى ايون موجب وايون سالب الايون الموجب اللي هو الهيدروجين والايون السالب اللي هو الهايدروكسيد لما يتم التفاعل بينهما هتلاقي ان الايون الموجب بينجزب الى الايون السالب في المركب الاخر والايون السالب بينجزب الى الموجب فيطلع الناتك بالشكل ده كده الـ H الموجبة دي تقفش في الـ B السالب زاد الايه الموجبة دي تقفش في الـ O H السالب وتبقى دي النواتج بتاعة التفاعل بتاعك والمفروض دي كلام انت اخدته في اعداده قبل كده يبقى ناتك التفاعل الموجب بيروح للسالب والسالب بيروح للموجب انا كده مهدتك للمعلومات القديمة ايه المفروض ستتطلع بها من اعداده تعال بقى انهبني الجديد التميق ازابة الاملح في الماء اول ملح اتكلم عليه في كتاب المدرسة معاك اتكلم على ملح الطعام اللي هو M-A-C-L وزوبانه في الماء فتعال اقولك بقى كده عمي ملح الطعام اللي هو M-A-C-L بيتكون من صوديوم وكلور الصوديوم هو الايون الموجب والكلور هو الايون السالب عند ذوبانه في الماء اللي هو H-O-H هتلاحظ الاتي هتلاحظ ان ال-N الموجبة هتروح لل-OH السالب وال-H الموجبة هتروح لل-C-L السالب ويبقى ناتج التفاعلك الاتي N-A راحت لل-OH وال-H راحت لل-C-L مش ملاحظ حاجة في النواتج الداني قاعدة قوية اللي هو اشهر القواعد القوية N-A-OH يصدق كاوية والداني حمض قوي وهو اشهر الاحماض القوياء اللي هو H-CL او حمض ال-H-C-L يا طرق ملح الطعام بعد اذابته في الماء اصبح قاعدة والاحمض ده اللي اتنين اقوية يعني كده محلول الماء في هذه الحالة لا حمض ولا قاعدة اذا محلول ملح الطعام ما هو اذابت الملح في الماء بقى اسمه محلول محلول ملح الطعام متعادل يعني ال-BH عنده بتساوي سبعة ليه سبعة لان تركيز القاعدة القوي سوي تركيز الحمض القوي او ممكن نقولها لان تركيز لان تركيز ايون الهيدروجين الموجب اللي هو المقصود به الصفة الحمضية يساوي تركيز ايون الهيدروجين السلب ثم اذكر كمان نوعين من الاملاح انا بجيب لك الاملاح اللي هو ذكرها في كتاب المدرسة انا خلاص شرحت لك القاعدة وانت بنان عليه تعمل التفاعل الكميائي وتشوف بيد قاعدة قوية بيد حمض قوي وتبدأ تتعامل معا فكان الملح التاني ملح بي كربونات السوديوم صيغة كيميائية له ن ايه اتش سي او سري طبعا لو كنتوا اخدتوا كيميا كيميا بجد كان بالنسبة لك كتابة المركبات الكيميائي دي اسهل حاجة هتقابلك مش بالنسبة لك دلوقتي اصعب حاجة الموضوع بالنسبة لك كان هيبقى سهل جدا لكن خلاص المادة بقت تفاق وبقت حاجات سطحية جدا او المفروض تكون بالنسبة لطلابي سهله خلاص كده بالنسبة لكم الموضوع كلها مربوطة بعلوم اعدادي مش بسنة وخالص تخيل كده لو جبنا ملح بيكربونات السوديوم اللي قدامك ده ن ايه اتش سي او سري هنخلي السوديوم هو الشق الموجب وجزء البيكربونات ده هو الشق السالب هندوبه في المية اللي هي اتش او اتش هتلاقي الموجب وراحل السالب واسبال والسالب راحل الموجب وبقى ناتج التفاعل بالشكل ده كده حجبس اجان معايت في مكان نعمل علي الساعة كده ال ايه لما رحت ال او اتش показت والن ايه انه اتش ايتش لله سي او سري فبقت اتش تو سي او سري معرفش ده ضعيف ولا قوي لكن انت عارف ان ده قوي صح كده مين ده ده ان هو اتش هيدروكسيد السوديو القاعدة القوية يبقى الحمض ده مش بالنسبة للحمض القوي انا الحمض القوي بالنسبة لي كان اتش سي اال ده مش اتش سي ضعيف انت مسان الناتجي يطلع عيب حمض ضعيف وقاعدة قوية يبقى انا متأكد ان محلول بي كربونات السوديو قاعدي ليه قاعدي عشان ان اي او اتش يحتوي على قاعدة قوية جدا يعني البي اتش له هكون اكبر من السابع عرفت الليها بماشية ازاي طبعا بيجي لك السؤال يقول لك احكم على الملح ده فانت اكيد مش هيقدر تحفظ ده كل لكن تقدر تعمل التفاعل الكيميائي وتشوف اده لك قاعدة قوية ولا قاعدة 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 الملح الثالث اللي تم ذكره وهو ملح كولوريد الامونيوم ملح كولوريد الامونيوم لو ان اتش فور سيال يلا دوابه في الماء اقول شوف انا ملاحظ ان هو متركب من شقين اعرف ان ايه الشق الموجب والشق السالب شايف دارة الكلور قاعدة لوحدة هيبقى دي السالب يبقى لو كتبت المعادلة ان اتش فور ده الموجب والكلور ده السالب زائد المية اتش او اتش اي موجب ال او اتش السالب يلا عم متدور التفاعل الكيميائي الموجب يروح للسالب والسالب يروح للموجب فنتجة التفاعل بقت ان اتش فور او اتش والموجب رحل زائد اتش سي ال الاتش راح للسي ال مين الاتش سي ال ده ده اقوى لا احماض ده حمض الهايدروكسيد حمض قوي وقاعدة غير هيدروكسيد السودوم يبقى قاعدة ضعيفة يبقى التأثير هنا ايه؟ اذا محلول كولوريد الامونيوم محلول حمضي يعني البي اتش له اقل من سبعة طب لو رجعنا للثلاث اسئلة دول مرة تانية الملح الطعام وملح بيه كاربونات الصوديوم وملح كولوريد الامونيوم وسألنا كل واحد فيهم تأثيرك على ورقة عباد الشمس ايه؟ ملح الطعام يقول لك انا محلول متعادل يبقى لا يؤثر على ورقة عباد الشمس محلول بيه كاربونات الصوديوم ده قاعدة يعمل ايه؟ يزرق ورقة عباد الشمس كاتمانط محفظهاني كاتمانط مدرسة علوم وما زالت مدرسة علوم يعني بقى سبقت خبير اول دلوقتي كاتمحفظهاني ازاي؟ تقول لي الحمضي في حرف الحق يبقى يحمر والقعدة في حرف القاف يبقى يزرق فكاتم بتعلمها لي بالحروف كده ما احنا كنا زمان بناخدها في ربعة ابتدائي مش زيكو كده وانتو كبار في أول سنة وده التميق في الماء كده خلصنا وجهة نظر الكيميا للغلاف الماء يتوقع اننا نحل عليها كتير جد ما تيجي كده ناخد جولة في شوية اسئلة يحفظونا الخواص الكيميائية وكضية الماء والتميق يلا بينا اذا يحدث عندما تذوب الاشياء؟ عند تحريك كلوريد السوديوم او ملح الطعام في الماء يبدو للعين المجرد ان قطع الملح تختفي اذا استطعت تكبير احدى بلورات الملح فسترى ان مادة كلوريد السوديوم تتكون من ايونات سوديوم موجبة وايونات كلوريد سالبة جزيئات الماء قطبية وهذا يعني ان احد جانبي الجزي له شحنة موجبة صغيرة والجانب الاخر لجزي له شحنة سالبة صغيرة وبسبب قطبية الماء عندما نضع كلوريد السوديوم في الماء ينجذب الجانب الاجابي لجزيئات الماء الى ايونات الكلوريد السالبة ويحيط بها تدريجيا في الوقت نفسه تماما ينجذب الجانب السالب لجزيئات الماء الى ايونات السوديوم الموجبة ويحيط بها تدريجيا في هذه العملية نرى أن أيونات السوديوم والكلوريد التي تحيط بها جزيئات الماء يكون ارتباطها أو انجذابها لجزيئات الماء أكبر مما هو بين بعضها البعض وبهذه العملية تتحول إلى سائل وعندما يتم الكشف عن أيونات السوديوم والكلوريد الجديدة نرى بأنها أيضا محاطة بجزيئات الماء عندما تحيط جزيئات الماء بكل الأيونات يذوب كلوريد السوديوم تماما